اشتركوا في القناة وطأنا للموضوع في الحلقة الماضية وبينا معنا الساعة في اللغة والاستلاح وأصلنا للعلامات الصغرى والكبرى وأتينا ببعض العلامات من الصغرى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الفتن وبينا أن بؤرة الشر ومركز الفتن على اعتبار العطف في الكلام منبعها المشرق عامة والعراق خاص لكن كما ذكرت حضرتك ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك أو تؤدي إلى ذلك أول سبب هو الفرقة الناجمة عن الجهل بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقبل تحذير النبي نرى الدلالة في كتاب الله جل وعلا ربنا يقول واعتاصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر بالاعتصام والوئام ونهي عن التفريقة والنزاع عايز أسأل سؤال قد يبدو أنه سازج الشيطان إبليس هل له دور فيما تم من فتن خاصة في العراق؟ أي نعم شوف على أساس أنا بتتكلم معك وبقول لي كل مشاهد بيتابعني على أمجاد الحين وكل مشاهدة أنا عايزك بقول لي المشاهدة كأني جلس معك في بيتك وبقول لي كل مشاهدة بالعمية ربنا لا أحب العمية كأني قاعد معك في البيت عندك بالضبط نركز إذن أول بؤرة بنتكلم عنها من بؤر الشار المشرق بعامة والعراق بخاصة هل لإبليس دور في ذلك كما ذكرت؟ نعم لإبليس دور عظيم جدا وسأتيك بالأدلة على ذلك ده أنا بسأل السؤال كده لا 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 سأتيك بالأدلة لكن حسبي أن أبين أولا للمشاهدين والمشاهدات أن مركز الشر إنما هو من المشرق وأن بؤرة الشر إنما هو من المشرق وأن تأجيج الفتن إنما هو من المشرق وأن تهييج الفتن في كافة بقاع الأرض إنما يكون من البؤرات في المشرق واحد يتعجب أو لا أنت تسمع أشياء ما سمعتها من قبل أجيب الأول الأدلة على ذلك عن ابن عمر قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق النبي على المنبر وأن مستقبل المشرق قلت تقول لحدك إزاي النبي يشير كده يعني مستقبل المشرق ويشير يقول إيه ألا إن الفتنة هاهنا النبي صلى الله عليه وسلم من حيث يطلع قرن الشيطان من حيث يطلعه قرن الشيطان إذن أنا عندي ده فتح الباري 13 46 إنما النبي يشير كده إلى جهة المشرق من فوق المنبر وهو الذي لا ينطق عن الهاوى إنه إلا وحي يوح ويقول ألا إن الفتنة هاهنا النبي مع احترامي يعلم أن الفتنة ستكون في مصر وفي العراق وفي اليمن وفي الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي الشام إلى آخرين لكن يتحدث النبي عن البؤرة التي تهيج الفتن وتصدرها المصدر المصدر فيقول ألا إن الفتنة هاهنا لم يقف الأمر عندنا ذا حد قال من حيث يطلع قرن الشيطان أي أن إبليس له إدارة قوية جدا في تهيج هذه الفتن وفي تصديرها إلى الأقطار والأنصار وإلى البلاد والعباد من خلال هذا المركز الذي يمثل البؤرة فالنبي بينه ولذلك العلماء قالوا من حيث يطلع قرن الشيطان قالوا إما على سبيل الحقيقة وإما على قوة الشر في هذا المكان وقوة الشر إنما تأتي من الشيطان أيضا معايا أستاذ هاني معاك ولذلك إرواح ثاني عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الكفر يشر إلى المشرك منها هنا هنا ما بقاش بس الفتنة رأس الكفر انظر إلى التعبير رأس الكفر رأس الكفر منها هنا ويبعاك برضو حيث يطلع قرن الشيطان اللي هو إبليس ثاني صحيح مسلم اللي هو ثاني شوف الأول نية كانوا قالوا إن الفتنة ها هنا هنا رأس الكفر ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان إذن الفتنة لما أكره النبي من حيث يطلع قرن الشيطان رأس الكفر من حيث يطلع قرن الشيطان تعالي اللي هو الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما هذا وقال دع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا أنا أجيب الروايات كاملة عشان نوفق لأن موضوع هذا خطير أنا أقول لكل مشاهد وكل مشاهدة إلا عايز مدى علمية دسمة مرتبة بألم ورأة يعني هو يسجل خلفنا الآن لأن هذا موضوع خطر جدا ويسمعوا فيه بنوت لم يسمعوها من قبل وأكد لم يسمعوها من قبل بالتأكيد وذا يستدعيني للسؤال ويكاد يكون سؤال مركب حينما ذكرت فضلتك الرواية التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل المشرق ويشير إلى المشرق عندي سؤال مركب السؤال الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للشام واليمن ولغيرها من أقطار المسلمين لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للعراق؟ من الإجابة فيه ثانية كلام وفي ثانية رواية النبي يقول إيه في دعاءه من طريق ابن عباس ردالله وردهما النبي يقول إيه من بارك لنا في صاعنا ومدنا ماشي بارك لنا في شامنا ويمننا خلص كده ده قطر وده قطر ماشي وبعدين فقال الرجل من القوم يا نبي الله وفي عراقنا يعني ضف بقى العراق ادعو للعراق يا رسول الله تعالى معي النبي أمي أجب على طول خطب لك فقال ما انتظرش ولا أعرض هنا قال إن بها قرن الشيطان وتهييج الفتن شوف عشان المشاهد لما يسمع الكلام من أبولان وانت ما يقولش ده كلام من ذهني أو من ذهني الرواية أين عشان يعني بيبدأنا هو بؤرة الفتنة ومركز تهييج الشر ده كلام من النبي هو النبي يقول إيه إن بها قرن الشيطان وتهييج الفتن وإن الجفاء بالمشرق وإن الجفاء بالمشرق الحديث عندما اعتبرني في الكبير ومرتبته صحيح واضحت تبنيج تاني تعالى معايا يا أصد العلماء يقولوا إيه من العراق دعي بالحظة أكزي خرج الشاع الوافض شاع الوافض بأي oggi نالوقت الحوثيين عندك في اليمن عندك في جنوب لبنان عندك في البحرين والمشاكل في بحرين سوريا عندك في سوريا والمشاكل كلهم عندك في مصر الوقت بدأت مشاكل عندك فيه المملكة العربية السعودية عندك فيه الكويت عندك فيه لو أعاد تلك في باكستان والمصاب των اللي فى عندك في كل مكان فشوف اذا مركز التشيع كان ايه العراق خرج التشيع منين من العراق لم يخرج الا من ارض العراق لكن شوف خرج وهيج وانتشر خرج من العراق بقى في البحرين بقى في سعودية بقى في الكويت بقى في تونس الى اخر هذه البلدان شوف ولزك مركز تهيج الفتن او هيجت اذا تشيع في الاصل في هذا المكان انبثق انبثق وهيج فخرج الى الاخطار والانصار والخوارج عندنا خوارج الحين عندنا خوارج اللي اقولك انت كافر هذا من الخوارج اللي يخرج عليك محترم بسلاح او كده هذا من الخوارج اللي يستحل دماء الناس هذا من الخوارج اللي يستحل قتل الناس هذا من الخوارج والخوارج معلوم وحنا نبقى نجيب النقاط بتعمل افسس عليها منهجهم والخوارج ما بقوش في عراق بس خرجوا من العراق لكن بقى كل بلدة من بلاد المسلمين فيها خوارج سرعونا بالصحية عندي خرج الشيعة التشييع من العراق خرج الخوارج من العراق خرج كذلك عندي الباطنية الباطنية أمره بخاطر جدا والباطنية لهم اتصال مع الشيعة الرافض لأنهم يرتبطون مع بعض في أصول تقية وامور كثير حتى في المعتقد أنا كثاني عشان أقدر أمر بسرعة ونجيب الجمال اللي وعدنا الناس به أن الباطنية حتى تعلم أنهم لا دين لهم يربطهم بدين إله يدين لهم على ومنهم طبعا الناس اللي زالوا الآن من تحت مسامة الإسماعيلية في المملكة عرب السعودية وفي الأماكن دي الباطنيون دوليا والسزهاني في أحداث سنة 316-339 هجري عملوا إيه؟ أبو سعيد هذا قبحوا الله ولعنة خرج برجاله واتجه إلى مكة في يوم الطروية في يوم الثمانية من ذي الحجة في يوم الطروية يعني في اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام عشية الحق وأمر أتباعه أن يذبحوا كل من وجدوا في أودية وشعاب مكة فكانوا إذا لقوا امرأة ذبحوها وإذا وجدوا حاملين ذبحوها وإذا وجدوا فتحة ذبحوها وإذا وجدوا رضيعا ذبحوه وإذا وجدوا شيخا كهلا ذبحوه ما أبكو على أحد ثم التجهل إلى المزق الحرام قال يذبحوا الكل حتى من تعلق بأسطار الكعبة فأخذوا يحصلون الناس بسيوفهم حصدا لا يرعبهم صراخ الأطفال ولا بكاء النساء ولا الهويل ولا زكيت أي قلب هؤلاء؟ ما في قلوب دون مش بشر شوف اللي جاي؟ لا أمرهم بتمزيق ستائر الكعبة فمزقوها وقسموها فيما بينهم أمرهم بكسر المزاب فانقلب على راسي جين أمرهم بكسر الحجر الأسود والاستلاء عليه فضربوه بدبوس فهشموه وأخذوه خذوا عندهم 22 سنة حتى افتروا المسلم بباب له العظيم المهم أمرهم بعدم الرحمة بالناس ثم وقف على باب الكعبة قائلة أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا أين الطير الأبابين؟ أين التي ترمي بحجارة من سجيل؟ وأخذ يقول هذا الكلام ثم قال يا حمير إلى الذين يطوفون إنكم تقولون حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أين الأمام؟ فقال له محدث كان يطوف أعطني الأمان فأعطوا الأمان قال أي أمنوه أي أن الله يأمركم بأن تأمنوه لم يقل حرما آمنا أي هو فيه أمان مطلق لا أمنوه لأن أمانه مطلوب منكم وإلا ستحسبون بين يدي الله جل وعلا على ذلك المهم أنه فعل بالأفعيل ثم أمر بردمي زمزم بالقثث فردموها تماما ثم أهرق الدم في المزق الحرام إلى آخر هذه الأمور فأدي طائفة خرجت منين؟ من العراق أبو سعيد هذا ينتمي إلى الباطني؟ قرموطي باطني خرجت من العراق يا أستاذاني ثم هيجت في مثار الأرض الآن المهم تعالى معايا كذلك القدرية وهم موجرين حتى في مصر وفي كل مكان خرجوا من العراق أستاذ بفضلتك لو توضح للناس يعني مفهوم ودلالة اللفظ بايدة القدرية والباطنية إذا أزنت لي في عجالة يعني أنا ذكرت دي مش هنتنفى في عجالة يعني عفوا الباطنية أنهما يبطنوا ما يظهروا لا 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 غير هذا لا 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 لأنه منهج وما يجيك تكلم عن القدرية ما لا يظهروا منهجهم في الحلقات القديمة ليه؟ لأني لوان الدتحي تلوقتي عند القدرية ممكن تكون تركة تشويش أو شبهة لا أبجيبها وأقدع عليها معاي؟ طيب الجامية من العراق وانتشر في الأخطر والأمصار المعتزلة حتى عندك هنا معتزلة في مصر من هناك وهو يجبها الأمر وانتشرت في مصر معتزلة؟ طبعا طبعا معلومة يعني سنأتي لهذا طب خود معاي غير دول يخرج الدجال من العراق المساعد الدجال هيخرج من العراق المساعد الدجال هيخرج من العراق خل معاي يأجوج ومأجوج من المشرق من أرض العراق حتى حتى لا يعني تفوتنا هذه الجزئية وانا عزلني في هذه الليلة لأنها حلقة من الأهمية بمكان الآن يمكن أن يكون أحد الناس يشاهدنا من مصر أو من السعودية أو من الكويت أو من أي قطر من أقطار الإسلامية يقول خلاص أنا مش مطالب بحفظ العشرة آيات الأولى من سلطة كاف بما أن المسيخ الدجال سيخرج من العراق ولكن مريد التفريقة بين الخروج وظهور لا هناك مرقاية بظبط وخروج لا ممكن يخرج من العراق ويظهر في بلد أخرى لا 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 هو يخرج من العراق ويمر في البلدان بظبط هذا ما أردت التوضيح هو اسمه المسيح لكن إحنا بنحط النقطة عشان تميز بينه بين المسيح ابن مريم لأن المسيح هو الذي يمسح الأرض هدى أو ضلال المسيح السيد بن مريم يمسحه هدى المسيح الدجال يمسحها ضلالة خذت لحظك إزاي المسيح السيد بن مريم محترمي في اسمه يعني من كلمة المسيح هذه لها عشر معاني كما ذكرها القرطبي ورحمة الله عليه خلاصة المسألة أن هذا الرجل يؤتيه الله تبارك وتعالى يعني من الآيات لفتنة للناس حتى أنه يقول يا سماء أمطري تمطر يا أرض أخرجي بركاتك تخرج إلى آخر هذه الأمور الإنسان الذي يقرأ الآيات التي ذكرتها الآن يقيه الله فتنة الرجل حتى وإن كان وجودا في عام من صورة كهف يقيه الله الفتنة لكن قدر الله أن يخرج فلابد أن يخرج معاه أستاذاني طيب أرجع أقول ثاني بقى حيث ربط الأمر بإبليس عشان أنهيها أنهيها والقدرية آه تمام عني ابن عمر رضي الله عنهما وارضهما قال نزل الشيطان بالمشرق نزل الشيطان بالمشرق للمشرق عامة والعرق خاصة بقول إيه فقضى قضاءها زي ما صاحب تاب مصربي يقول إيه إن الشيطان نزل بأرض العراق فقضى منها حاجته واتجه إلى الحجاز فرد لأن أهلها خيار أخيار ثم جاء إلى مصر فبضى فيها وفرخ لأن أهلها أهل أهواء كتلاحظك إزاي يعني هذا كلام لك لم سحب تاب مصربي مش المقصود يعني فيها ناس تقول له يمين شمال شمال ومش فهم أي حاجة خالص معي طيب المهم لكن الأصل في المصريين لا يختلف عن ذلك شوف يا سيدي بولك إيه ثم خرج لو إبليس يريد الأرض المقدسة فمنع فمنع بالبناء المجهول ربنا ما قدر لش ذلك لكن لا يمنع إن الأرض المقدسة فمن البلهاء والحمقاء بدليل إن المسيح تقلل ما ييجي فيها ويخرج صوته إلى آخر هذه الأمور الأرض تلفظ هؤلاء إذن في المدينة منافقون في مكة منافقون إلى آخره طيب فخرج على بسق حتى جاء المغرب فباض بايضة وبسط بها عبقرية ابن رجب يقول هذا الحديث صحة موقوفا هذا الحديث صحة موقوفا عن عبد الله ابن عمر إذن لما قل باء إبليس ودوره في العراق أختم بكلمة مهمة جدا أن أمواج الفتن ظاهرة ومتوالية وأن مركزها فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نجات المشرق بأرض العراق أي العراق خاصة ومنها تواجج الفتن الجزء أربعة تن خمسة واربعين تن ستة واربعين برقم ربعمية ثمانية وثمانية طيب شبها وتكاد تكون خطيرة ومن الأهمية بمكان أن يعني نتطرق إليها مع فضلتك فضلت الدكتور في كتاب المراجعات لعبد الحسين الشيعي خاصة في الصفحة ماتين واربعة وخمسين على ما أتذكر يعني وإن خانات الزاكرة حينما قال الرسول من هنا تأتي الفتن قال أنه كان يشير إلى عائشة رضي الله عنه وارضها ومسكن عائشة رضي الله عنه وارضها يعني كيف نفك هذا الارتباط ونوضح للناس هذه الفريا لا هي فريا خطيرة أبلي ما أجب عن الفريا أمهد لها تفضل عشان يبقى الناس فهمين إما النبي يكون على المبارة رب ويشير نحيط مسكن عائشة رضي الله عنها وارضها ابن عمر يروي لنا قال قال صلى الله عليه وسلم رواية تشبه ما ذكرناه في البداية لكن تؤصل المعنى اللهم بارك لنا في شمينة اللهم بارك لنا في أمينة قال يا رسول الله وفي نجدنا تعال باكت نجدنا نجد المكان المرتفع من الأرض المكان المرتفع من الأرض وأطلق على المشرقي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الأحاديث معايا الزيكري طيب قال اللهم بارك لنا في شمينة اللهم بارك لنا في أمينة قالوا يا رسول الله وفي نجدنا وما ألش عراقنا نجدنا أشمل وخص بها العراق أيضا وما حولها وفي نجدنا ختلك منطقة المشرق لأن أصلا لما نبي يقول عن منبر ويشير إلى المشرق لابد الإشارة تكون من خلال حقرة عائشة لأنها اتجاه وقبالة المشرق نحيط نجد ختل حباك إزاي خلي بالك فقال أظنه في الثالثة لما قال وفي نجدنا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتم ويطلع بها قرن الشيطان ويطلع بها قرن الشيطان طيب تعالا معايا الحلس طبعا عند البخاري ومسلم عن سالم ابن عبد الله ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مكتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا بارك لنا في شامنا في صاعنا في مدنا فخرجوا لي يا صلى الله وفي عراقنا خلي بالك من هنا رجدها ثلاثا فأعرض عنه نبي صلى الله عليه وسلم رهي يقول وفي عراقنا ثاني وفي عراقنا يعرض عنه فقال إن بها الزلازل والفتم وفيها يطلع قرن الشيطان وهو يشير إلى أرض المشرق طيب تعالا ثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح وبعدين ما أنقذ صلاة حتى استقبل مطلع الشمس يبقى دي بقى خلي بالك ما هو مسجر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة حجرة عائشة ولذلك في التوسع لما تكون أنت في المسجر نبوي الآن حجرة عائشة اللي دفن بها النبي صلى الله عليه وسلم ودفن فيها أبو بكر ودفن فيها عمر هي جزء من المسجر الحين بعد أن ضمها الوليد بن عبد الملك معا زي موجودة ولذلك إما النبي كان بيقف على المنبر إما تشوف مكان المنبر ويشير إلى المشرق يبقى لازم من خلال حجرة مين هتمر من خلال حجرة سيد عائشة إما الأزباه من المشرق وقول هنا المشرق ما يدفعش بالعقل حديث الله أوصل جوب لك إيه وقام النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بص إلى مطلع الشمس ناحية المنشرق قال ألا إن الفتن من هنا ثلاث مرات ومن ثم يطلع قرن الشيطان اللي ينهي دي بقى من طريق سلم عبد الله بن عمر لما كان سلم في الحج أته رجل من أهل العراق مسح على وجهه فسقط الشعر من لحياته ده التكلف زي اللي قوله دمي البرغوتي يا مولان أتلتوا الحسين إلى أخير لما الشعر وفض خلي بالك فهنا هو بيمسح كده مسألت شعر زي اللي إيه يجيك طبعا أشعث أغبر في الحج وكلام بيقولك لا الشعر وقعه يبقى عليها دم أليه دم إيه تجاه بالعاكس مع عائشة رضي الله عنه ورضاه كانت ترجل شعره بل بالعاكس اجماعوا أهل العلم من الثقاء على الإنسان يرجل شعره إلى آخر هذه الأمور حتى وإن سخط الشعر لكن بدون قصد أو عمد بدون قصد وده الفرد اه ده الفرد اه ده الفرد أنا وذلك أنا بتعمل في الحج أقوم جاي من بشرط قدام الناس وكلام ده كله ليه يشوف ويفهم عشان يسألني التعلم من كلان التجربة حتى حتى مرة ألبس لو أخذها تكرم شب شب من اللون متخيط ده آه لبس في مخيط ده شب شب خلت لعبك إزاي ثم إنه مقطوع من الخلف من ناحية العاقب ومن ناحية إيه مؤخرة قدمي مفيش أي حاج على اطلاق آه أصلا مالبش اللي مش فهم إي حاجة واللي عني مك أصلا مش فهم إي حاجة خلاص المسألة فان مهم دخل على الشعر يا مولانا آه الحقني حق يراح مش حق ايه افتني لما الأبي يتكلف كده قال له أعراقيون أن بس شب الله مهلوش أتونسيون أو أجزائيون صلى الله على سهله آه أعراقيون أن قال أنا من العراق بعد ما حلفوا قصة من كتب إلى آخرين قال سمعت أبي الوعب لي بن عمر يحكي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر هاهنا من قبل المشرق من عندكم آه هتبالك زي يعني منين من العراق خد بقى شبهة الولد دين طب لماذا يعني أدخلوا فيها حجرة منها دخل لأن في رواية وردة كده هي رواية صح شوف قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا هي اللي دي اللي مسك على الولد عبد الحسين ده بتاع المراجعات بيزعلهم ماقولي الولد هو وصل بتاع المهم أقولك خطيبا فأشار نحو مسكن عائش شوف معايا معايا النبي صلى سلام على المنبر أشار نحو مسكن إيه عائشة دي باهي دي الخلاصة عندي أشار أهي نحو مسكن عائش ولم يشير إلى مسكن عائش شوف رواية عندي عشان تعرف دي لك الذاب أشار نحو مسكن عائش خلاف ماقول أشار إلى مسكن عائش وقال فيه الدلالة مختلفة تماما الدلالة مختلفة تماما يعني أنا أعد قدام الأستاذاني عايز أكلم عن الديكور دي فأشار نحو الأستاذاني إلى الديكور ما فيه بانترسلش على الأستاذاني خذتا لحظوا لك إزاي شوف اللي حصل فقال هنا الفتنة هنا الفتنة هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان ده اللفظ ده فريح به الروافض وعبد الحسين ده صاحب كتاب المراجعات اللي انت قلت في صفحة بنتاني أربعة وخمسين وعد يهلل وقال آيوة دي إشارة إلى أن المقصود هو مسكن عائش ليه؟ لأنها جابت في حرب أمير المؤمنين على ابن أبي طالب الألطار والأمصار وقادت في انتزاع ملكي ويلغاء دولته العسكر الجرار إلى آخر كأنه جاب الدم من ديلو شو بقى ليوهم هذا الشعر الرافضي بأن عائشة هي الفتنة وهو كذاب أشر أولا ليه بقى؟ وليل نعيز كل المشاهدين المشاهدات يحفظوا وراي أول حاجة لأن عائشة رضي الله عنه وارضاه هي زوج النبي في الدنيا كذا هي زوجه في الآخرة لأن زوجة النبي في الدنيا هي زوجته في الآخرة اثنين لأن لها مكان خاصة وإلا لو كان من قبلها الفتنة أو من قبلها الشر لطلقها النبي لكن ربنا يقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ربنا ارتضى الأزواج دون ولذلك هي زوجك في الدنيا زوجك في الآخرة ثلاثة إنه ممنوع على أي زوجة من زوجات النبي أن تنكح رجلا آخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنها باقية للنبي في الجنة والمعلوم أن المرأة تتزوج أو تكون في الجنة مع زوجها الأخير خلي بالك معاي ولذلك آج أنظر في القرآن حرم الله تبارك وتعالى زواج نساء النبي على غيره من الرجال بعد موته قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله هي عظيمة تعالى بعد كده برأها الله جل وعلا في القرآن الذي يتلى إلى أن تقوم الساعة في الصلوات وفي المناسبات وفي كل حين نقرأ براءة عائشة في الصلاة حتى في الصلاة وفي الترويح وفي الفرائض وفي النوافل وفي كل شيء أنزل براءتها في كتابه الذي يتلى إلى أن تقوم الساعة هذه نقطة نقطة لتالي ذلك أنا أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولي ذلك المسؤل من أحب الناس اللي قال عائش قيل من الرجال قال أبو بكر خلي ما لاحظك إزاي بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الليلة التي فارق فيها ربه في أن يمرض عند عائش صحيح ومات بين سحرها ونحرها مش كده بس إذن المعنى عندي أن النبي أشار إلى جهة المشرق إلى جهة المشرق عامة وليس إلى الغرفة وهي واقعة في جهة المشرق من المدينة النبوي في جهة المشرق من النبوي فيقتضي أن يشير إلى المكان لا أن يشير إلى حجرة عائشة لا أن يحجر إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه